السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال دايما بنسأله كمسلمين ليه ربنا سبحانه وتعالى رغم انه هو اللي خالى الخنزير احرم اكله على البشر احرم ربنا سبحانه وتعالى لحم الخنزير حتى وان تربى في افضل بيئة وحتى ان تم علاجه بافضل طرق العلاج اهلا بحضراتكم في قناتي كل جديد حول العالم السؤال مهم جدا وبيخطر في بال كتير جدا من الناس ربنا سبحانه وتعالى خالق الخنزير وحرم اكله على البشر او اكل لحمه بمعنى اصحي السبب في خالق الله سبحانه وتعالى للخنزير ربنا خالق سيدنا ادم وصخر له كل شيء في الارض وكل ما يحتاج اليه من مأوى وماء وغزاء وكل ما فيه نفع للانسان علشان يتمكن من عمارة الارض وعبادة الله سبحانه وتعالى وطبعا ربنا سبحانه وتعالى بيصخر له كل الحاجات دي عشان يعبد ربنا على اكمل وجه وصخر له كل الموجودات والمخلوقات لخدمته وربنا كمان صخر الخنزير لخدمة الانسان وتلبية احتياجاته ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى ما امرش الانسان ان هو يقتل الخنزير او حتى يقضي عليه لكن ربنا امر الانسان بعدم اكل لحم الخنزير او حتى تربيته المتجرة به او بلحومه يعني كان زمان قبل نشأة الحضارات في العالم كان الناس بيرموا الفضلات الكتيرة سواء كانت فضلات من اي الانواع بيرموها في العراء يعني وكانت بعض الاماكن يعني حتى الان بتفتقر الى مقاومات الحياة وكان الخنزير بيتغزى على كل القذورات اللي هي بيرموها في العراء دي وكان مثال كبير او للحاجة دي تحديدا او للبيئة اللي هي زي كده كان الريف الصيني كان بيوجد تجمعات سكنية على شكل قرى صغيرة ويمكن مازال موجود منها حتى الان وكانت بتتوسع اكتر مع تقدم الحضارات وكانت القرى دي بتعاني من عدم وجود بنية تحتية من صرف صحي او خلافه يعني كانت حاجات زي حاجات بدائية كده او اماكن بدائية كانت كل عيلة من العائلات الموجودة في القرى دي بتستخدم دلو بيجمعوا فيه المخلفات بتاعت المنزل والفضلات واستخدامهم الشخصي ايضا من الحياة البدائية يعني كانت حياة بدائية للغاية وبيقوموا بافراغ هذه الدلاء يعني او كل اسرة او كل بيت بيفضي الدلو اللي عنده كل يوم الصبح في مزرعة معينة للخنزير كانت الخنزير دي بتاكل كل المخلفات علشان يقدروا يتخلصوا من الفضلات وكان ده مثال مهم جدا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الخنزير علشان يسخروا للانسان وان هو يتخلص الانسان بوسط الخنزير ده من القمامة والمخلفات اللي هي بتكون ضرة وبتسبب امراض واوبئة كتير الامراض والاوبئة دي اللي هي بتصيب الانسان وتفتك به يعني والخنزير بيعتبر من اكثر الحيوانات الموجودة على سطح الارض على الاطلاق السبب في كده ان الخنزير غذائه وما يلتهمه من الجيف والفضلات سواء اذا كانت فضلات انسان او حيوان وكان سبب تحريم اكل خنزير اثبتتها دراسات حديثة اظهرت ان فيه اضرار كبيرة جدا جدا وامراض لاحصرة لها بتصيب الانسان نتيجة اكل لحم الخنزير ومن الامراض دي اللي هي بتسببها اكل اللحوم الخنزير زيادة نسبة الاصابة بامراض الشرايين والجلطات القلبية وده لان لحم الخنزير من اكتر اللحوم اللي هي بتحتوي على الكوليسترول يعني من اكتر اللحوم اللي فيها نسبة كوليسترول عالية جدا وكمان لحم الخنزير فيه احماض دهنية موجودة بنسبة كبيرة جدا وده بيسهل على الجسم انتصاصها فلو الانسان اكل لحم الخنزير يمتص جسمه الاحماض الدهنية الكتيرة الموجودة فيها فبيسبب له نسبة كوليسترول عالية جدا في الدم وطبعا لو نسبة الكوليسترول عالية في جسم الانسان او في دم الانسان بيدر ده جدا جدا بصحته وبالتالي من ضمن المشاكل اللي هو بيسببها اكل لحم الخنزير وكمان بيعتبر الخنزير من اكتر الحيوانات اللي هي بتسهم في انتشار الامراض حيث ان انفاس الخنزير نفسه بتحتوي على 27 وباء معدي حسب الدراسات اللي قام بها العلماء في مجال الاوبئة والامراض 27 وباء معدي من النفس بتاع الخنزير كمان لحم الخنزير بيكون فيها نسبة عالية جدا جدا من الدهون الدهون دي بتعمل نوع من السمنة المفرطة في جسم الانسان من اصعب الامراض كمان طبعا اللي هي السمنة المفرطة دي اللي هي ممكن تصيب الانسان وبتعوقه عن الحركة يقول رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه ريكس ربنا سبحانه وتعالى وصف لحم الخنزير بانه هو ريكس وده يثبت ان لحم الخنزير نجس وقذر وكمان لحم الخنزير بيحتوي على انواع كتير من الددان منها الدودة الشريطية اللي بيقول العلماء ان ممكن يصل طولها الى اكتر من 3 امطار في جسم الخنزير ونمو الدودة دي او اللي هي الدودة الشريطية ممكن لو نمت او اتواجدت في الدماغ بتؤدي للاصابة بالهستيريا والجنون كمان بيؤدي وجودها في القلب الى حدوث نوبات قلبية وكمان بتوجد انواع تانية من الددان في لحم الخنزير منها الدودة الحلزونية واللي بيؤدي نموها في جسم الانسان الى الشلل لقدر الله والى الطفح الجلدي العلماء بيقولوا ان الدودة دي لا تموت بالغليان وقت الطهي يعني لو لحم الخنزير اطبخه او باغلي اللحمة في وقت الطهي الدودة دي مش بتموت وكمان بيقولوا ان لحم الخنزير بيساهم في انتشار سرطانات القولون وسرطانات المستقيم وبيؤدي ايضا الى سرطان بوستاطة وسرطان الدم والعياذ بالله في بحث من بحث الاعجاز العلمي وجد العلماء ان لحم الخنزير بيه مواد ناجسة ومواد اخرى ضرة للبشرية وبيوجد في لحمه هذه المواد ضرة حتى لو اطعمناه افضل طعام على وجه الارض وبيقول العلماء القائمين على هذه الدراسة ان الخنزير حيوان سبعي له انياب بيأكل الجيف والفران ولو سنحت له الفرصة لكل الاطفال نفسها وده عكس الانعام تماما فالانعام لا تتغذى الا على العشب والكلأ وجدوا كمان ان في انسجة الخنزير كمية كبيرة جدا من حمض البوليك فالخنزير ما بيقدرش يتخلص الا من اتنين في المية فقط من الحمض ده الكمية اللي بتتبقى في جسمه اللي هي النسبة الباقية تمانية وتسعين في المية وده عكس الانعام اللي هي بتتخلص من نسبة كبيرة من حمض البوليك والخنزير يا جماعة بيأكل روسه وفضلاته حتى اللي هو بيتبول عليها وبوجود نسبة كبيرة من حمض البوليك في لحم الخنزير ده اكبر دليل على نجاسته ونجاست لحمه وان هو ركز زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وربنا سبحانه وتعالى لما وصفه بكلمة ركز اي يعني نجس وقذر حرم ربنا سبحانه وتعالى لحم الخنزير حتى وان تربى في افضل بيئة وحتى ان تم علاجه بافضل طرق العلاج لقول الله سبحانه وتعالى وهو الحق انه ركز وبالتالي هو محرم من الله سبحانه وتعالى ارجو ان الفيديو يكون افاد حضراتكم بمعلومة وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة باذن الله اترككم جميعا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة